اشتركوا في القناة ارجوك يا ماما بلشت اقري الجواب ده ليه? فيه ايه? نانيا سلوة يالا عشان نروح السينما تقول لسه ما لبستوك فيه يا سلوة فيه يا لدي افدا مفيش حاجة في سلوة عندها شوية مغص يعني مش هتقدر تروح السينما لا هتروح انا ديتها دواء وحتروح حالي طب يلا احنا هيدوبة نرحق الفيلم انا ايسا بقولك ان احنا هنتاخر على بعد السينما معلش بلش انا روح مع سلوة وسينما ارجوك خليك طبيعية قدام مولادنا اليومين دول لغاية ما تعدي في فترة الامتحانات دي على خير اتبش اتفقنا شاهد شوية وسامر هيا حلوة المغصرح ايوة باب طب يلا حبيبتي البس بصورة حاضري باب نادية ارجوك تستحملين اليوم دي انا تعبان تعبان اوي ومحتاج الجملي يديني الفرصة عشان احكيلك على كل حاج كل حاجة كل حاجة ده وعد مني وامتا حتقولي جماعة قدر ارد على السؤال اللي محيرني سؤال ايه قدر ابتدي من جديد من جديد ايوة صدقيني يا نادي انا انا عايز اعمل حاجات كتير بس ما بقدرش في حاجات انا مقتنع بيها بعقلي لكن لما اجي نفزها ما بقدرش حاجات زي ايه ارجوك اديني فرصة عشان اقدر احكيلك على كل حاجة احكيلك ليه انا اشتهلت عند قدم وليه لازم اسيب قدم وليه واتلكات انا عرفش اخلص من قدم لا يا مرات لازم تسيبه لازم تسيبه نهائي انا حس انه كابوس وكاتم على حياتنا صور وفاصل بنا اي ما انت قلت صدقني انه اللي تعبني انه حس انك تعبان ومش عارفة من ايه هانت هانت يا حاجتي كلها ايام هو اخلص من ادام ياريت يا مراد ياريت يالفو يالفو يالاش نرحل السرما اشتركوا في القناة 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 والمستقبل اللي هنعمله سوا بس المهمة توفي بوعدة هيحصل هيحصل حبيبتي عارف يا نادية انت النهاردة وحنا مع بعض احنا الاربعة كنت حاسس ان انا سعيد اصلا انا بقى اللي زمان ما خرجناش مع بعض تيجي الجمعة جاية بنقضي في حتة بعيد كده ان شاء الله نروح اسكندريه لأ بلاش نسافر عشان الجمعة الجاية عندي معاد بعد الدور فين؟ وعدت البنات اشرح لهم شوية في علم النفس هيجولي كنا؟ لأ عند نبيلة بنت سالم سالم انت بتروحي بيت سالم؟ اه من يوم ما زالت وقلت نبيلة ما تجيش هن؟ وما قلت جيش ليه؟ اصلك بتتدايق ميسي راتي يعني بتخبي علي بتعملي حاجة من ورايا انت اللي اضطرتني لكده وما اللي بخبيه ده مش؟ قفلي على الموضوع ده خالص من فضلك مروح عند سالم لأ يعني لأ فهمت؟ كويس والله ومن وراي كمان وانا مقدرش اوعدك اني مش هروح عند سالم الا لعاشر مرة يا نادية بحذرك الموضوع ده ممكن يبقى له نتائج خطيرة جدا بنا سالم بتشغل عنده ادهل يعني حاجة تخص شغلي وانا قلتلك للمرة الالف ابعادي عن شغلي صباح الخير يا قبلة اهلا يا سنان ملت صفي يا قبلة ملت في حاجة مامتها حبسها في قوضة ورفضت خليات يجي المدرسة خالص ليه؟ ما عرفش انتي مش روحت لها زي ما قلتلك مامتها رفضت بخالينا خش لها واضطرينا نمشي بعد خمس دقائق وكلنا نتسوفون قبلة وقاليف مش عوزة حد يسأل عن سنانتي الموضوع ده ممكن يبقى له نتائج خطيرة جدا منك وعشان كده جيت اقول لحضرتك ايه رأيك؟ طيب يا سناء انا حب اروح معاك بس بلاش نعارضها حاضر يا قبلة يا سناء ايه يا قبلة قولي ان نبيلة تبقى تفوت عليها حاضر سالين بالشغل عند ادخل يعني حاجة تخص شغلي وانا قلتلك للمرة القلب ابعادي عن شغلي ايه يا قبلة نبيلة بابا عامل ايه لقى شغل شغل مسابت باليوم يعني انا قلت له يا قبلة يروح نيابة يثبت براته عشان يرجع شغله الاولاني مرداش هو كل اللي يهمه انتي كان عايز يثبت براته قدامك وهو اثبتها انا يهميني يثبتها قدام كل الناس نبيلة انا مش عايزك تشغلي نفسك باي حاجة غير مذاكرتك وانا اوعدك اول ما يتخلصي امتحان انا حقنا يا بابا يروح النيابة ويطلب فتح كل الملفات القديم ويثبت براته قدام كل الناس متشكرة يا قبلة واوعدك يا قبلة نادية اني حركز في مذاكرتي قوي وان شاء الله الجمعة جاية مجلنا هتشوف المجهود اللي انا عملته اما هو انا بعتلك علشان كده انا مش حاضر اجيلكو يوم الجمعة الجاية عشان عندي ظروف قولي لزميلاتك كده حاضر يا قبلة موسيقى 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 يوم الجمعة ايه نسيت كنت نسيت فعلا معلش معدنا ان شاء الله يوم الجمعة في النادي ايوة بس لو سمحتي ما فيش داعي حد يهرف من جيد النادي حد حد زي مين زيفة وزي عن اذنك اشتركوا في القناة اتنين عصير هيا سالك اتكلم ها هاقول ايه بس يعني الجواب ده فعلا بتاع سونيا اه طبعا طبعا يا مام متأكدة يعني انتي دلوقتي ما بتجدبيش على ماما ما انا قلت لحجرتك ماما سونيا خافت نخليها عندها في البيت لحسن حد يشوفه فدت هونيا عشان اشيله عندي وليه سونيا ما تقولش لمامتها ان لها صديقه بيبعث لها جوابات وهي لا يا مامتها خالص ده مامتها مشغولة عنه ليه هم ما بيعودوش مع بعض زينا كده يوم الجمعة في النادي ده احنا بقالنا شهر ما عدناش مع بعض احنا قصدي يعني ان حضرتك وحشتيني قوي ونفسي قاعد معاكي وعندي كلام كتير قوي عايزة اقولهولي وانا كمان عايزة اسمعك اه بس اصلي صغير وهنقم سنييني دلوقت وسونيا سونيا دي دي هي صاحبتك من النادي ولا زملتك في المدرسة؟ اه زملت في المدرسة على فكرة أنا عايزة بقعد معاك ومع سونيا مع سونيا؟ آه مدامة ماميتها مشغولة عنها أنا أهم ثانيا سلم ثانيا ما تسلمي على الأستاذ وقتي مين الأستاذ وقتي؟ زميلي في المدرسة أهلا مرحبت سلوى بنتي أهلا 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 بيك الأستاذ وقتي مدرس فلسفة وعلم نفسي زيك يا ماما؟ لا دا سبقني بكتير تفضل أنت في سنة إيه يا سبا؟ سنة ويا عام ويا ترى بقى شطرة في دروسك ولا لا؟ هو هو نفس السؤال عمره ما بيتغيب شطرة في دروسك ولا لا؟ سؤال تقليدي مش كده؟ سلوى سلوى ماما تردل حضرتك على السؤال ده عن إذنك مش عايزة تحس إنه لسه صغيرة دا إحساس طبيعي عند كل البنات اللي في زيناك سنة خطر ربنا يسطر بس بصراحة ما كنتش يعرف إنه عندك بنت أمورة كده كان نفسي تشوف أسامة ابني كمان بس يخصار عنده مواعيد النهاردة أكيد هشوف تشرب إيه؟ أهو مظبوط منير أيوة خالي في نجالين أهو مظبوط حاطة بتيجي النادي هنا كتير؟ كنت باجي كتير والأيام دي؟ بقيت مجغولة بحاجات كتير زي إيه؟ نه إحنا مش اتفقنا النهاردة إنت اللي تتكلم وأنا اسمعك أيوة بصراحة فقرا أنا عايز أتكلم بس بصراحة بكل صراحة لأن أنا اللي محتاج أتكلم اتكلم يا وجدي فاردوس مين فاردوس؟ أنت خلدي حبيتها وإيه لسه صغيرة فاردوس أصغر مني بسد سنين رقيقة وطيبة وذكية جدا كمان زمان كنت أديها الكتب بعد ما أراها وبعدين نتناقش فيها سوا كنت دايما نشجحها كلها رأيها في شخصيتها المستقلة وبعدين؟ تتحكي ليه؟ كمل يا وجدي أنا عايز أسمعك بس ما تنساش إحنا اتفقنا على الصراحة الصراحة أني فاردوس سمعت كلامي كل كلامي لدرجة أنها أصبحت دلوقت التلميذة اللي اتفوقت على الأستاذة لما بسمحها تتكلم ببقى مش مصدق دي العائلة الصغيرة اللي كنت بعلمها اللي ما كانتش تخطي خطوة من غير ما أقولها أنا إزاي تخطيها دلوقت دلوقت بتناقشني الند للند عظيم طبعا أنت فرحان بيها عشان أراءك وأفكارك جابت نتيجة مفروض طبعا أن أفرح بيها بس بصراحة أنا أنا بتليت أخاف تخاف؟ من أي خطوة خطيها فاردوس لقدامك كتر من كده مش معقول هو إيه اللي مش معقول الكلام اللي سمعته منك بيقول غير كده عشان كده أنا جاي لك جاي لك عشان أقول لك اللي مش قادر أقوله لنفسي اتكلم يا وكتي مثلا يعني من الحاجات اللي مش قادرة تصورها إن فاردوس بعد ما كانت بتاخد كل قرائي وكلام شيء مسلم بيه أصبحت دلوقت وساعات كتير مش بتعجبها قرائي شيء طبيعي شيء طبيعي أنت مش بتقول إن بقت لها شخصيتها المستقل لو ليها قرائها أيوة بس أنا ما تعودتش على كده ومش عارف تتعود ومش قادر أتعود وهو ده بقى اللي تعبك وخلك تعي أسبوع أيوة أنا فعلا تعبان ومش عارف أعمل إيه خصوصا في اللي حصل من أيام دي مش ممكن تسافر بسنتين بره دي فرصة يا وجدي مش مهمة أنا أخدت البعثة دي بالعافية برضو مش مهمة بس إنت كنت عارف موضوع البعثة دي وموافق وكنت بتساعدني ودلوقتي بقول لا والبعثة دي لازم تتلغي أو تتأجل أقدر أعرف ليه من جر ليه مفيش حاجة من غير ليه أنا مش عايزك تسافر له بس قلت إيه بقى؟ واجدي أنت جرلك إيه؟ ده أنت كنت بتفرح لما بنجح كل سنة بتأدير فاكر فرحت لما جبت في اللصانس جيد جدا قد إيه؟ ده أنت أول واحد بقوله على خبر البعثة دي وأنا دلوقتي اللي بقول لا لا يعني لا قلت إيه بقى؟ واجدي أنت غريب قوي النهاردة لا مش أنت واجدي اللي عرفته مش واجدي اللي فتحت عناي عليه أيوة أظهاري على حياتك ما خلاص كل مناقشة بيننا تقولين أنت مش واجدي اللي عرفته واللي فتحت عناي عليه لو ما وفقتكيش على كل حاجة أنت بتقوليها أبقى مش واجدي اللي فتحت عنايك عليه مش كده؟ واجدي تجرلك إيه؟ انت عاوست أتخانق معايا ولا إيه؟ أنا برضو اللي عايز أتخانق وتخانقنا وبقى إنا أسبوع ما بنشوفش بعض واللي مجنني إنه عرفت إنها مشة في إجراءات البعثة واجدي أنت عايز تتجوز فردوس طبعاً ومال إيه سبب الأزمة اللي أنا عايش فيها دلوقت؟ سبب الأزمة إنك ما انتش عارف أنت عايز إيه بالسقط أنت اتنين يا واجدي اتنين؟ أيه عايش بعقليتين عقلية متطورة بتقولك إن مراتك لازم يبقى لها شخصيتها وقرأها وعقلية تانية مسيطرة عليك بتقولك لازم أنت تبقى القوي المسيطر لا 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 أنا ما تصورش إن مراتك تكون من غير شخصية أو مجرد تابع ليا وإلا كنت اتجوزت فوزي مش كده؟ مع ذلك إنت ما قلت لهاش إنك مش عايز تتجوزها سايبها معلقة وإنت مبسوط مش كده؟ ما عمري ما عدتها بالجواز أنا أنا عارفة وفي نفس الوقت ما انتش عايزها تتجوز إنت عايش بعقلك الأولاني مع فاردوس وعقلك التاني سعيد قوي بسيطرته على فوزية فرحان بضعفاء أصاطك لا 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 الحكاة مش بالشكل ده أبدا واجدي إنت عايز رأيه مش كده؟ وأنا بقولك بصراحة إن أزمتك مش هتتحلق إلا لما انت تعرف أنت عايز إيه بالزبط عايز تعيش مع مين فيهم بالزبط؟ فاردوس ولا فوزية؟ عايز فاردوس طبعا عشان كده لازم تقبلها زي ما هي وإوعا إوعا يا واجدي تخليها تتحول لفوزية لأنك يوم ما هتشوفها زي فوزية مش هتحبها هتعطف عليها بس زي ما بتعمل مع فوزية لا يمكن فاردوس غير فوزية هائي وأنا بحبي فاردوس يظهر إن الحب بيخلي الإنسان بعيف ده مش الحب دي الثقة أيوة، أنت محتاج لشوية ثقة طول ما كانت فاردوس بتاخد المعلومات منك بتبقى مبهورة بكل كلمة أنت بتقولها كنت سعيد قوي بسيطرتك عليها لكن أول ما ابتدت تفهم ابتدت يبقى لها قراءها ابتدت أنت تخاف ما بالك بقى لما تسافر وتعرف حاجات جديدة مش هي دي المشكلة صعب، صعب كلام اللي بتقولي ده صعب أنا عارفة أنه صعب بس هي دي الحقيقة وزي ما قالت فاردوس مش أنت واجدي اللي هي عرفته فتحت عينيه عليه وأنا رأيي أن موقفك ده ممكن يضيع منك فاردوس فعلا وده اللي أنا خايف منه واجدي إيه روح لفاردوس واسيبها تسافر باستها ما تخافش نادي أنا، أنا مش عارفة أقولك إيه رغم أني تعبتها قوي وأنا بسمع كلامك لكن كان لازم حد يقولي ده الظهر، الظهر أنه صعب فعلا أن الواحد يواجه نفسه لكن صدقيني، صرحتك رياحتني وفوزية يا واجدي هتسيبها كده؟ لازم تصريحها مهما كانت المواجهة صعبة أحسن كتير من الموقف اللي هي فيه أوعيديك يا نادية ومن بكرة هتكون صريح معاها في كل حاجة متشكرة قوي يا ست نادية، متشكرة قوي على اللي حصل من يوم ما جيت المدرسة وأنا كان قلبي حاسس إيه؟ حصل إيه؟ أيوة، أعمل أنك مش عارفة حاجة أظن حتقولين أنك مش متبقى مع واجدي عشان يجي يقولي اللي قالوا قالك إيه؟ كل اللي أنت حفزته له جاء قالوا كلمة كلمة ما نسيش ولا كلمة فوزية، ممكن تروقي شوية كده عشان تسمعيني وأسمعك ليه؟ مالا خلاص فهمت كل حاجة فهمتي إيه؟ فهمت ليه كلامك أنت واجدي ما كانش بنتيه وكل ما خش على كل مدى تسكتوا فوزية، أنت أكيد تجننتي وأنا مش حسكتلك أكتر من كده فاردوس، خطبتي فوزية، زملتي وأختي أهلاً وسهلاً مادام نادي، زملتي أهلاً، أهلاً يا مادام نادي، ودي كلمني عن حضورتي الكتير تفضلوا استريحوا، أول ما أطلب حاجة ساقعة تفضلوا، 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 تشكلوا أه، تفضلوا ماماً، أنا هقع متجوع لا يوجد المثال، تفضلوا، بحضوري لا الناس، أستماموا نجوّي على الا MK اتأخرت ليه ايه انا أخرك اصل اصل ايه يا سر مالك في ايه اتكلم قبل كمال يا عايزة حضرتك مين قبل كمال الاخصائل اجتماعي بتعتني في المدرسة عايزاني انا ايه ليه حصل منك ايه روحي لحضرتك وعرفي منك كل حاجة انا عايز اعرف منك انت الاول ولا حاجة ولا حاجة انا مش هروح لقبل كمال يا لما عرف منك الاول هي عايزاني ليه عشان 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 ايه يا سلوة تكلمي نادية سلوة يلا انا عايز اكرو انت الانطور انا خلاص وايه اتنجوها ارجوك يا ماما اقوعد قولي البابا طب غيري اقدومك وتعالي تغدي معقول الصراح 11 ونادي لسه ما جاتش صباح القير يا فوزي صباح اليوم ايه دا انت اتأخرتي قوي معلش كنت في مدرسة سلوة بنتي نادية اوعي تكوني لسه زعلانة مني حزعل منك ليه يعني عشان ولا يهمك انا لما روحت البيت وفكرت حسيت ان انا غلطت في حقك قوي ولا يهمك يا فوزي احنا زومة لو اخوات واكتر كمان يعني مزعلانة مني انا عمري مزعل منك ام المالك قبل نادية ست نزر عايزة حضرتك طيب انا جاي حالي عادي نادية اوعي كوني لسه زعلانة منه سنتقيني يا فوزي انا مش زعلانة منك ام المالك مش عدتك مفيش موسيقى على فكرة يا واجدي نسيت اقولك مبروك متشكر انا بتمنى لك السعادة انا عارف يا فوزي واجدي نادية جاية النهاردة مش طبيعية خالص الزهر في حاجة مزعلها حاجة حاجة ايه ابقى اسألها وطممنا عن اذنك عندي حسة وانا كمان وانا كمان ماليش نفسي يا بابا البنت مال ابدا يظهر انها بتطعب في المذاكرة لي من دول وعشان كده لازم تتفرغلها شوي تتفرغلها ازاي يعني البنت محتاجها لكي نادية دا حانا تقربت ومش بس كده انا حاسس في المدة الاخرانية دي ان ان البنت مش طبيعية ابدا سلوة كويسة وبتذاكر كمان سلوة بسنوية عامة ومش بس لازم تنجح لازم تجيب مجموعة كمان وانجات على انك بتاخدي اجازة عشان خاطر بنتك خدي اجازة وهو دا اللي مزعالك اوي كده من المبارح انا اللي مزعالني حاجات كتير لكن موضوع سلوة دا غط على كله نادية هو احنا من زملاء ومن حقنا على بعض نسأل بعض مالنا طبعا طب مالك الايام دي مش طبيعية ليه اصلا اصلا في حاجة تانية مزعالك غير موضوع سلوة لا طيب طيب هو موضوع سلوة مزعالك ليه بالزبط انا انا يا وجدي قاعد قدام الاخصائية بتاعت بنتي وتديني دروس في التربية السليمة ليه حصل ايه موضوع باق كده سلوة تخنقت مع واحدة زملتها قال 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 خدت منها صاحبها وكلام باق كده محدش يصدقه وليه ما نصدقوش تبتقول ايه يا وجدي سلوة بنتي تعمل كده امت بس برضو محرية كانت متصورة ان بنتها مش ممكن تغلط وان اللي اكيد غلطان البنات التانية وجدي انت بتقول ايه انت بتحذر انا ما بحذرش انت ليه مش متصورة ان بنتك ممكن تغلط ليه بنتطلب من والدنا يعملوا الصح بس اذا كنا احنا احنا اكبر ساعات كتير بنغلط يبقى الصغيرين انت بتتكلم زيه زي مين الاخصائية بتاعت سلوة يبقى كلامها صح صح هو ايه ده اللي صح ده انا طول عمري بفاهم سلوة ايه الصح وايه الغلط هو مع ذلك ضلط عشان كده انا لا يمكن افوت لها الموضوع ده على خير لا يا نادية مش انت اللي تعملي كده ولا اعمل ايه الحنان مهمة او في المواقف اللي زي دي حنان حنان ايه ده انا حتى مش عايزة اشوفه الشهر برضو مش انت اللي تعملي كده ما لا اعمل ايه اعمل ايه بس زي ما عملت معايا انت ري قدس يا انك ديتيني الامان وخلتيني افتح لك عقلي وقلبي وقولك على كل حاجة ظهر ان الواحد مننا بيعرف يحل مشاكل الناس لكن مشاكله هو لا عياتي عياتي كمال غايت ندفوه عشان نعرف نتكلفة انا اسفق ماما انا قلتلك مش حقبل منك اي اسف الا ما عرف كل حاجة وبصراحة هقولك هقولك على كل حاجة ما تشربي البرطان الاول وبعدين الكلفة انا خدمت انا فيه لا متشكرة ماما اوعدك اني هقولك مش هكذب عليك بس ارجوك توعديني انك تسمحيني تفضل تكلمي انا قبلت حسام اول مرة فعد من لدنه يعني البنت مكذبتش ومدعيتش عليك ارجوك يا ماما ارجوك تديني فرصة تكمل كلامي تفضلي لازم حضرتك تعرفي ان بقالي شهر تقريبا ما بشوفش حسام وده اللي خلاي بعتلي الجواب اللي حضرتك لقتيه معي واللي قلتلي انه بتاع سونيا صاحبتك ايوا مش حسام ده كان مرتبط بينوها وانها بانتخالته زي ما قالت الاخصائية ايوا ومع كده برضو عرفتي ارجوك يا ماما ارجوك تديني فرصة تكمل كلامي تفضلي حسام اول مرة شفته فيها كان بيعزف شاس في فرقة في عيد من لدنه وازهر اعجابه بيا وطلب انه يعرفني وديت له النمر التليفوني وكمان طلب انه يقابلني قابلته في النادي هنا كل ده من ورايا من غير معرف وكمان صديق صاحبتك هو اكدلي انه مفيش بينو بالنوع اي صلة غير انها بنت خالته بس وانت صدقتيه لانك عايزة تصدقيه ارجوك يا ماما اديني فرصة احكيلك اللي كنت عايزة احكيلك علي من زمان تفضلي بعد ثلاث اربعة مقابلات انا وحسام لقيت ان اللي باهرني فيه في الاول كان شاكله وطريقة كلامه وطريقة معاملته ليه لكن لقيت كل اهتماماته بالمزيكة والرأس وبس لكن يعرف ايه له رأي في اي حاجة تانية مفيش ولما اكتشفت حسام على حقيقته قررت اني معرفوش لكن حاول حاول بكل الطرق يتصل بيها في التليفون يستناني قدام المدرسة او يجيني هنا في النادي لكن انا كنت قررت معرفوش الحكاية دي كانت من شهر تقريبا كنت عايزة اعود معاك واحكيلك اقولك علي كل حاجة لكن حكايتك مع بابا كانت شغلة كل تفكيرك سيبك من حكايتي انتي دلوقتي سبتيه اللي حصل في المدرسة ده حصل ليه حاب حسامي انتقم مني اخد السور اللي اتصورتها انا وهو واصدقائنا هنا في النادي ودهم لنوه ونوه اجابت السور للمدرسة واتخانقت معاي اللي جارة ده عقاب ليك علي عملتيه ومن امتى بتخبي علي اي حاجة في حياتك اصلي يا ماما ما تتحججيش وتقولي ان انا كنت مشغولة انا مشغولة اليومين دول بس مش على طول وبعدين كتير اوي كنت بحس انك عايزة تقوليلي حاجة وكل ما اجسألك كنت بتتهربي مني حصل ولا لا ايوا حصل بس حضراتك كنت بتديني الفرصة اني اهرب يعني ايه احيانا كنت بتسأليني لكن لما كنت ماردش ما كنتيش بتهتمي اوي وفي الشهور الاخيرة ما كنتيش شايفاني قدامك خالص احنا مش الجمعة اللي فاتت كنا هنا في النادي وانا سألكي عالجواب وانتي جدبتي علي ايوا عشان كان الموضوع انتهى خلاص ما كنتش عايزة اجيب سيرته حتى مع نفسي يعني كان لازم تحصل فضيحة اللي في المدرسة عشان اعرف حكايتك يبقى انا اخصائية اجتماعية وكل الناس بتحكيلي مشاكلهم واقرب الناس ليه معرفش عنهم حاجة حتى انت يا سلوح اوعيدك يا ماما اوعيدك مش هخبي عنك اي حاجة بعد النهاردة طيب يا سلوح انا حصدقك وحسك في كلامك بس اوعي اوعي تضيعي السقة دي وإلا مش هتعرفي ترجعيها تاني ابدا سلوح سلوح خيلي يا اسامة سلوح نور يا ماما ماما حضرتك عايزة حاجة ولا دخل يا ذاكر لا اخش انت ولا احصلك سلوح انا عايزك في حاجة مهمة حاجة ايه لو سمحت يا ماما ده موضوع بيني وبين سلوح في ايه ماما سلوح دي مش اختي طبعا يا حبيبي خلاص في موضوع عايزة كلمها في دلوقت موسيقى 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 الهدية دي جاتني النهاردة لقيتها في صندوق البوستر ومعهم جواب مش ممضي انا فكرت ان اخبيهم او اطعهم او اديهم لماما او لبابا لا ارجوك ارجوك يا اسمه بلاش تقول لي بابا سلوان انت ايه انت في سنة ايه تالتة سنوي يعني السنة الجاة هتخش الجامع هتدخلي حياة جديدة وحتدخلي عالم جديد وهتعرفي ناس جداد وهتعرفي حاجات كتيرة انت لسه ما تعرفهاش يعني ما تستعجليش تلسه صغيرة على اللي حصل ده وعشان كده غلطتي واتصرفت من ورانا كلنا رغم ان كلنا كنا مدينك الثقة وكنا حاسين انك اداها انا اسفل اتقسف لنافسك يا سلو ما تتقسف لناش احنا انا فعلا اسفل 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 كل اللي حصل مني موسيقى 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 الموسيقى انت عرفت؟ كل حاجة وعملت ايه؟ ابدا كان لازم احس من مدة ان سلوة كبرت وانها محتجانة كلها صديق مش اخه بس مش سلوة بس اللي كبرت انت كمان كبرت ابدا يا ماما لان كبرت ولا حاجة ده انا ساعة لما الصور دي جاتني الدنيا لفت بيا وحسيت ان عايز امسكها واضربها وارمي الصور في وشها ومعرفهاش تاني بعدين فكرت وقلت في نفسي ليه الواحد مننا لو ممكن يتصور ان اخته تغلط ليه ده من بنتصور ان اخوات الشبان التانين كلهم يغلطوا إلا اخواتنا انت ليه مش متصورة من بنتك ممكن تغلط ليه بنتطلب من والدنا يعملوا الصح بس اذا كنا احنا اجبار ساعات كتير بنغلط يبقى الصغيرين ماما ما ردتش عليا يعني في موضوع عبير معلش يا وسامة اصلا حكاية سلوى دي لخامتني على الاخر وكمان علشان اروح لمومتها لازم مراد ياخد خبر طيب وده في ايه اصلا انا ومراد مراد جيه روح شوفوا زا كان عايز يتعاشها مسأل خير يا باب مسأل نور يا بابي وما لسألوا فين بتزادر طيب تسبح اللي خير مش عرفت عاشا لا انا اشباعين هو ايه اللي حصل تاني هقولك بس المراد انا مصممة على ايه لازم اعرف الاسرار اللي في حياة مراد انا خلاص ما بقتش قادر استحمل الغازة اكتر من كده انا مش عارف اركز في حاجة ابدا لا في البيت ولا في الشغل ولا اكتر من ده كله سلوى خلاص ابقى تحصري عامي مراد وتصري انك تعرف منه كل حاجة وتخليه سيب ادهم مهما كان التمن لا ده طريق مزدود انا مش هفتحه في اي موضوع يختص بشغله ولا بادهم امال هتعرف ازاي انا حدور بنفسي